اوافل الهجرة غير القانونية من افريقيا الى اوروبا مزالت مستمرة ولم تجد كافة العمليات التي اطلقت من اجل الحد منها نفعا او تجد حلا يوقف قوارب الموت التي تقل مئات المهاجرين صيفا والشتاء الشواطئ الايطالية والتي تعد محطة اخيرة لوصول المهاجرين مزالت تشهد توافد المهاجرين اليها فبحسب مصادر امنية ايطالية ذكرت ان قاربا كان يقل مجموعة مهاجرين رسع على سواحل لمبيدوزا 107 مهاجرين كانوا على مثل هذا القارب يحملون جنسيات مختلفة غادروا من السواحل الليبية حيث تم اعتراضهم قبلة سواحل الجزيرة من قبل دوريات لرجال قوات حماية الميناء ثم تم نقلهم للنقطة الصاخنة في منطقة امبرياقالة التي تستضيف حاليا 1239 شخصا يبقى منف الهجرة غير القانونية عالقا دون ايجاد حلول جذرية او مؤقتة ما جعل اعداد المهاجرين في ازدياد كل يوم غير اابهين بالمخاطر التي قد تودي بهم الى الموت في عرض البحر اشتركوا في القناة